يبقى رسول الله بيقول لنا منطقة الكلام عن شرك المؤمنين ما نكونش دعو بيها دي خالص حدش كلم عن الشرك المؤمنين خالص إني والله ما أخاف أن تشركوا بعده بلاش يبقى ده ليس من حسن إسلام المرء أن ينشغل بالشرك أن ينشغل بشرك الأمة بأن الأمة تشرك لا خالص طب لو حد قال إن الأمة أشركت وما بقاش منها غير ما عرفش ده شخص عابث شخص مخالف لحضرة النبي مخالف الاعتقاد حضرة النبي مخالف لأمر حضرة مخالف لخبر حضرة النبي فما يجيش حد يقول وهو يمارس أن الأمة أشركت ما حدش يقول إنه هو كده متبع لسنة رسول الله وما حدش يقول إنه ماشي على منج السلف وما حدش يقول فهم الكتاب والسنة هو مش فهم الكتاب والسنة هو هو حديث من أصول الأحاديث وهو مش عايز يعيش بي مش عايز يعيش بي ليه وله هو هيخلي نفسه أنا خير منه وإزاي إيه ده يعني أنت شايف أني دي قبل أساق آه شايف أني ده تتبع لإبليس اللي عايز تتبع حضرة النبي يسمع الحديث مرة تانية مرة تانية بيقول إيه حضرة النبي وإني والله بيحلف حضرة النبي وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي يا جمال بشرة حضرة النبي الحمد لله يا سلام أنا بقى أعيش مطمئن في حياتي بأننا الحمد لله سأكون وأبعد ما أكون من الشرك أم الحضرتك يا رسول الله بتخف من إيه أهو بقى ده اللي المسلمين والأمة تهتم بي لأن الكلام ده كلام بقى ممكن يغير حضرة الناس ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها شفتوا عملتوا فينا إيه أهل التدين الكمي شفتوا أيها المتطرفون عملتوا فينا إيه ضيعتوا على البشرية كنز من كنوز رسول الله وهنا بقى أقولكم ليه رسول الله قال في الحديث ده وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض من مفاتيح خزائن الأرض إن الناس تستسمر جهدها في الصواب الحديث بيقول ما أخاف أن تشركوا بعدي ففيه ناس قالوا لأ إحنا الناس المؤمنين أشركوا بعدك فرحوا أخذين أموال المسلمين وعقول المسلمين وشباب المسلمين وجهود المسلمين وعقول المسلمين أخذوها عشان يقوموا الشرك فكل الموارد دي أهدرت وكل الفلوس اللي صنفت في الكتب من أجل مقاومة الشرك أهدرت أنا لو مسؤول عن ده أعتبر كل كتاب الطبع عشان يتكلم على شرك المسلمين أعتبروا أهدار لمال الأمة هيتحاسب اللي طبع الكتاب ده عن إهدار أموال الأمة هيتحاسب طبع الكتاب ده أو نشر الفكرة دي أو وقف على منبر رسول يا راجل ده رسول الله ترك صلى على أهل أحد وراح على المنبر يا من وقفتم على المنابر تتكلموا عن شرك المؤمنين وإنهم وقعوا في جاهلية تشبه جاهلية الكفار أين أنتم من حديث رسول الله أنتم كذبة عندما تدعونا بأنكم تتبعونا رسول الله أنتم تكذبوا رسول الله أخبرني أنا مع رسول الله أنت اللي مش مع رسول الله أنا مع رسول الله هو بيخبرني إنه لا يخاف علينا من الشرك فشوف الأموال والأعراض والعقول اللي انشغلت بما لا يعنينا وتركوا بقى إيه فتركوا النفس الأمارة بالسوق تدخلنا في عالم سيء اسمه عالم إيه بقى يا سيدي عالم يا سيدي المنافسة أنتم عارفين كم الأموال اللي أنفقت تحت فلسفة الاستحواز وتحت فلسفة المنافسة الأمة نبست في شكل المنافسة كلها كل الأمة نبست في شكل المنافسة فإن اللي حصل فالناس الحضارة كلها الحضارة التي نعيشها اتحرمت بسبب هؤلاء أصحاب التدين الكمي دول لأن أصحاب التدين الكمي بيعملوا منافسة بيفرقوا الأمة بيفرقوا الأمة الأمة اللي هي أمة مش أمة الدعوة ده أمة الإجابة بيفرقوا أمة الإجابة يا مسلمين يعني فرقوا أمة الدعوة بيخليهم يتنفسوا يتنفسوا في الدين وإن الأمة محتاجة تعود مرة ثانية إلى التوحيد أيها الكذبة ويبقى الكلام ده إيه اللي حاصل ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المشركون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم فأي حد بقى جنة عشان يحصل بقى العراق والمنافسة والأمة تتسارع فيطلع لنا بقى داعش وأخواته ويطلع كل الناس أصحاب التدايون الكمي اللي بيقاملوا إيه نقول والله إحنا عايزين نقاتل العدو القريب مين العدو القريب أنا المسلمين العدو القريب يا مفتري بتفتري على الله وتتفتري على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله بيقولك الناس دولا مؤمنين لمصلحة مين لمصلحة مين ليس هناك مصلحة غير لمصلحة كل الناس اللي بيمكروا بهذه الأمة ويمكروا بهذه المنطقة هذا الكلام يا سيدي دي صناعة قديمة صناعة معمولة صح صناعة التطرف ده والتدايون الكمي دي صناعة مصنوعة صح صناعة موسيقى